بسؤال أهل الفكر صدروا يشرحوا طير البعاء الفكر فهو يسدحوا من سنفتاوى للحياة راشت أهور علم وعرفان وفكر أوضحوا فقه ورأي في المسائل تنجلي ضيائه حتى يبين الأرجح أسألت جاب واستفت من بهداه تمضي القلوب فتفلحوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء ما كدنا نفتتح الحلقة الأولى من هذا البرنامج في شهر رمضان حتى نجد أنفسنا اليوم نختم حلقاته الأخيرة تنضي الأيام في أعين الناس ويرتبون على سرعتها آمالا عريضة بين أن الذي يسرع حقيقة هو الإنسان إننا في الحياة أشبه براكب القطار يحسب أن الأشجار والبيوت التي يمر عليها تجري بسرعة والحقيقة أن الذي يجري هو قطار العمر لكن رحمة الله تعالى جعلت في هذه الأعوام الحثيثة محطات من الزاد الروحي والعلمي لا يجد الإنسان في تقدمها سوى مزيد من النضج والإدراك فما الذي أدركناه من انقضاء شهر رمضان وما الذي أعددنا لختامه بيوم العيد كيف نجمع بين حزننا على ثراقه وفرحتنا بيوم العيد وما هي البسمة التي أمرنا أن نرسمها على أفواه المحتاجين حتى يشترك فيها الجميع حلقة اليوم تناقش لحظة الوداع للشهر الفضيل وتجلي بحول الله تعالى مقاصد الشرع من العيد وزكاة الفطر نناقش ونحاور فيها فضلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجنا منكم أن تشاركوا أنتم أيضا عبر الأرقام التي ستظهر ومن بينها 24-6-9-6666 وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية فأهلا بكم قدرت الشيخ أهلا مرحبا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وحي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى في مستهلها أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك وأن يتقبل منا ما مضى منه إنه تعالى سميع مجيب أمين فضل الشيخ يوصف شهر رمضان بأنه مدرسة متكاملة الفصول ما الذي يحصل عليه المسلم بعد تخرجه من هذه المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك أما بعد فإن رمضان كما وصفتموه مدرسة جامعة تكتمل فيها للمسلم جملة من الخصال وتتحصل له فيها من الآثار ما لا يتحصل له في غيرها من المواسم وأبرز ما يلحظه المسلم من هذا الموسم الطيب المبارك هو ما يتصل بحقيقة وجوده في هذه الحياة وهو المعنى الذي أشرتم إليه في المقدمة الضافية فإن قطار العمر يفوت ولا يبقى للإنسان إلا عمله الصالح وتقواه لله تبارك وتعالى فبالتقوى تطيب حياته ويسعد في آخرته ومن قضاء الليالي والأيام إلا عوامل تذكر هذا الإنسان بحقيقة هذه الحياة وأنه عنها منقول وسوف يلاق الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة ويسأله عما قدم فيها فإن قدم خيرا لقي خيرا وإن قدم غير ذلك لقي ما يستحق ولهذا فإن العاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويعد لسؤال الله تبارك وتعالى ولوقوفه بين يديه الجواب الذي يبلغه رضوانه وينجو به من سخطه وعقابه وهذه المواسم التي امتنى الله عز وجل بها على عباده هي فرائض أداؤها يرضي الله عز وجل ومن فضله سبحانه أن جعل في أدائه أي في أداء العبد لها ما يدفعه إلى مزيد من الإقبال على الله تبارك وتعالى نظرا لما يتحصل له فيها من روحانيات وفيوضات إلهية تمكنه بعد ذلك من الاستقامة على الصراط المستقيم ومن تملك زمام نفسه ولجم شهواتها والحذر من أهوائها والسير بها على جادة الصواب فهو بحسن امتثاله وبتقواه لله تبارك وتعالى يحقق أولا إدراك حقيقة الحياة وأنها فانية وأن البقاء إنما هو للدار الآخرة وأنه ما خلق إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى وأن عليه أن يغتنم هذه الفرص والمواسم خير اغتنام وأن يعبد فيها الله سبحانه وتعالى فيؤدي وظيفته فيها لأنه خلق لهذه الغاية ولأن في ذلك سعادته في الدنيا والعقبى ثم إنه بحسن امتثاله يتحصل على جملة من الدروس والحكم التي لا بد أن يقف معها وأبرز هذه الحكم والمقاصد هو تجديد الإيمان فإن المسلم بحاجة إلى أن يجدد الإيمان في قلبه وإلى أن يحيي الدين في نفسه فيزداد صلة بالله تبارك وتعالى فيقوى إيمانه وترسق عقيدته وهذا ما نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو علمتم ما في رمضان من فضل لتمنيتم أن يكون سنة بل هذا ما نفهمه قبل ذلك من أمر الله عز وجل لعباده بالصيام حينما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأبرز حكم الصيام أنه يجدد في المرء إيمانه ويبعث في نفسه حياة الدين بحيث يكون الدين حيا في واقعه يكون الدين ممارسا معمولا به في كل حركاته وخلجاته وفي كل أقواله وأفعاله لأنه حينما ربى نفسه على تقوى الله عز وجل بالكف عن المباحات والامتناع عن المحرمات إذ لا صوم إلا بالكف عن محارم الله فإن ذلك يعني أنه قادر على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وعلى اغتنام مواسم الطاعات ليتزود منها من الطاقات ما يؤهله لكي يكون يقض الضمير مراقبا لله عز وجل دائما الخشية منه ودائما التطلع لما أعده من ثواب أما المقصل الآخر فهو السمو الخلقي فإن الصائم الذي يوفي الصيام شرائطه وضوابطه وأركانه تسم أخلاقه وتتهذب نفسه وتصفو طباعه وهذا من صميم آداب الصيام التي على الصائم أن يربي نفسه عليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وحينما قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وحينما قال الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم وحينما قال صلى الله عليه وسلم ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله فإن كل ذلك إنما يرتقي بأخلاق المسلم ويسمو بطباعه فيترفع عن مقابلة الإساءة بمثلها ويترفع عن سفاس في هذه الحياة الدنيا وعن اللغو من القول وعن الفسوق من الفعل ويكف بصره ولسانه ويده ورجله من أن تسوقه إلى شيء من محارم الله عز وجل يبذل نفسه فيرثه ذلك من السخاء ومن حب الآخرين ما لا مزيد عليه ولذلك كان مقصد تربية النفس نفس الصائم على محاسن الأخلاق وعلى مكارمها هي من أبرز أيضا مقاصد الشرع في الصيام من مقاصد وحكم الصيام أيضا التي تتحصل للصائم ما يتصل بشكر نعم الله عز وجل فإن الله تعالى حينما قال في معرض حديثه عن الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال ولعلكم تشكرون ولا ريب أن أغلى ما يشكر العبد له ربه تبارك وتعالى هو الهداية لهذا الدين والتوفيق إليه فلابد أن يستصحب المسلم دائما شكره لله عز وجل على هذه النعمة ومنها يكون شكره لسائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فيشكر ربه على كل النعم التي أنعم بها عليه وشكره ذلك سوف يمنعه من أن يقع في معاصي الله عز وجل لأنه لن يسلط ما سخره إياه ربه تبارك وتعالى فيما يغضبه وهو المنعم جل وعلا فسوف يوظف طاقاته وإمكانياته وما آتاه الله عز وجل في كل ما يرضي ربه جل وعلا فإن كان واقعا في شيء من المعاصي والآثام فإنه سوف يتمكن بشكر نعم الله عز وجل على التخلص من هذه المعاصي والآثام فكم من مدمن خمر تمكن من الانفكاك منها والتوبة إلى الله عز وجل حينما قدر حق النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه وكم من معاقر للخمور أو مرتكب للمسكرات والمفترات والمخدرات أو شارب للدخان أو آلف لعادات سيئة فيها أذى لنفسه ولعائلته ولغيره من المسلمين تمكن حين في صيامه من ضبط نفسه فأورثه ذلك قدرة على شكر الله عز وجل فتخلص من خصال السوء هذه وارتقى إلى أن يكون من الشاكرين العابدين لله عز وجل من معاني الصيام التي لا بد أن نتذكرها دوما استشعار الأخوة الإيمانية فنحن في هذه العبادة نؤديها أداء جماعيا وتجد أن مظاهر هذه العبادة تتجلى في الأمة بأسرها تتجلى في مساجدها وفي شوارعها وفي بيوتها وفي أزقتها وطرقاتها عند الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم تنساب عليهم فيوضات من المشاعر الروحانية التي تستبشر بهذه العبادة ولذلك كان هذا مما يعزز الأخوة والألفة والمحبة فيما بينهم ولهذا تجد المساجد بحمد الله تعالى مليئة بالمسلمين من الأغنياء والفقراء ومن الصغار والكبار ومن ذوي الوجاهات والمناصب ومن غيرهم يفطرون في بيوت الله عز وجل يعبدون الله عز وجل سويا يقرؤون كتاب الله تعالى في حلق ذكر يحضرون مجالس العلم يحيون هذه المساجد بالصلوات في صلاة القيام وفي صلوات التهجد تجد أن الجيران يآنس بعضهم بعضا بما تجود به أياديهم مما يريدون أن يتحفوا به جيرانهم في هذا الموسم المبارك أكثر من غيره فهذا الشعور الجماعي بالتآخي والمحبة والألفة والتعاطف هو مما يحبه الله سبحانه وتعالى ومما ينبغي أن يصاحب هذه الأمة في كل أحوالها في سرائها وفي ضرائها في سلمها وفي حربها إلا أنها عليها أن تتمثل هذه المعاني حقيقة فتدرب أفرادها على هذا المعنى السامي فتنبذ كل أسباب الفرقة والشقاق والنزاع والخصومة وتنظر إلى ما يؤلف بينها من اعتبارات دينية ووطنية واجتماعية لأن في تماسكها وحدة للمجتمع وفي ألفتها عزا لهم جميعا وفي تآخيها كما قلت من الآثار الدينية والدنيوية ما لا يخفى فهذه المعاني كلها هي مما يمكن أن تفهم من مدرسة الصيام وهي كما تفضلتم مدرسة ظافية جامعة لكثير من خصال الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن انتفع بهذه المدرسة وممن تزود منها زاد التقوى لكي يكون ممن صام هذا الشهر على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى طيب فضيلة الشيخ الأجواء الروحانية في رمضان لها أثر عميق على حياة المسلم وفيها يتمكن من تقوية صلته بالله تعالى بعد غد أو بعد العيد تبدأ هذه الأجواء الروحانية في الانحسار والاختفاء من ذاكرة الصائم أهل هناك طريقة لاستبقائها بحيث يدوم أثرها أولا لننبه أننا لازلنا في رمضان ونحن في يوم مبارك من هذا الشهر المبارك نحن في يوم الجمعة ولعلنا نقترب من آخر ساعة منه وفي هذا الشهر المبارك فالفرصة لا زالت سانحة فمن كان سابقا بالخيرات أو كان مقتصدا فعليه أن يزيد من اجتهاده وأن لا يأمن مكر الله عز وجل فإن العبرة بالخواتيم ومن كان ظالما لنفسه فليتدارك نفسه بالمتاب وليعلم أن الفرصة لا زالت أمامه سانحة ومن فضل الله تعالى على عباده أن توبة العبد الآبق في هذا الدين لا تحتاج إلى طقوس كل ما تحتاج إليه انكسار قلب ودمعة عين ومعاهدة لله عز وجل الخالق على أن لا يعود إلى ما مضى منه إلى ما قدم من سوء عمل وأن يستغفره جل وعلا فإن وفى بهذه الشروط قبلت توبته وفتح صفحة جديدة وكتب له أجر عمله السابق فهذا مما ينبغ لأن الناس اليوم صاروا يتحدثون وكأن الشهر قد انقضى لا زلنا في الشهر أما ما يتصد بمعنى أن الفرصة باقية أن الفرصة لا زالت باقية سانحة وهذه الليلة المقبلة هي من الليالي الأوتار هي من الليالي الأوتار التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرشدنا إلى أن نتحرى فيها ليلة القدر قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر مما ما يتصل بما أشرتم إليه فلا ريب أن للنفس إقبالا وإدبارا وأن هناك مواسم للخير والطاعات تقبل فيها النفس أكثر من غيرها وهذا مما لا إشكال فيه لكن الإشكال إن كان هذا الانحسار الذي ذكرتموه يؤدي بالمرء إلى أن يرتكب شيئا من المخالفات أو تفتر همته عن طاعة الله عز وجل فيتخلى عن شيء من الواجبات أما إن كانت نفسه تضعف أحيانا فلا يجد من البواعث التي تدفعه إلى مزيد من العمل وإلى الصفاء الروحي وإلى الإقبال على الله تعالى والأنس بذكره والأنس بتلاوة كتابه لكنه غير مقصر فلا يترك شيئا من الواجبات ولا يرتكب شيئا من المحرمات فهذا مما لا إشكال فيه وهذا مما يعتر سائر الناس كما في حديث حمضلة الذي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما يكونون معه ويسمعون منه المواعظ فيجدون من الإيمان ومن أصلة بالله تبارك وتعالى ما لا يجدونه إلى ما عافسوا الأهل والأولاد وهنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن يا حنضل ساعة فساعة فإذا لا بد للمسلم أن يعلم أنه حتى في حالة ضعف همته ليس له أن يترك شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه ولا أن يأتي شيئا مما حرم عليه لكنه مع ذلك ينبغي له أن يوجد في نفسه الباعث وأن يحملها على معالي الأمور وأن يدفع بها إلى معالي الهمم والطموح فيما يتصل بعبادته لله تبارك وتعالى وتقربه إليه لأنه بحاجة لمواجهة أهواء هذه الحياة الدنيا وشهواتها إلى هذا الزاد الروحي وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يتمكن من التغلب على هذه الأهواء والشهوات وعليه أن يغتنم هذه المواسم فلئن كان رمضان قد انقضى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر حتى لا ينقطع المرء عن الصيام وحتى يحافظ على هذه الروحانيات التي تحصل عليها فقد جاء هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صيام الست من شوال ثم ليستحضر أنه بخروج من قضاء شهر رمضان ودخول شهر شوال فإننا ندخل في أشهر الحج العظام والله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر المعلومات تبدأ بشوال ثم بذي القعدة ثم بذي الحجة هل بعشر منها أو بشمولها لأيام التشريق أم بعشرين أم بكل ذي الحجة على خلاف عند أهل العلم لكن لا خلاف في أن مبتدأ الأشهر المعلومات أشهر الحج العظام هو شهر شوال هي شهر شوال ولهذا فالمسلم يتقلب بين مواسم الطاعات هذه ثم إن من يعبده في رمضان هو حي لا يموت وأبوابه لا توصد فما أجمل أن يتجه المرء إلى ربه سبحانه وتعالى بعد الفرائض بما استطاع من نوافل من صلوات في الليل في جوف الليل ومن تبتل ودعاء لله تبارك وتعالى ومن اكثار من صدقات ومن اكثار من عمل الصالحات وصنائع المعروف والإحسان إلى الناس وصلة الرحم وغير ذلك من صنوف الطاعات التي تذكي في نفسه جذوة الإيمان وتبعث فيها الهمة إلى معالي الأمور وإلى مزيد من طاعة الله تبارك وتعالى نأخذ مكالمات الأخالي السالمي وعليكم السلام الله يمسيك بالخير والنور أهلا بك وإنت طيب سأل الله أن يوفقنا جميعا للخير تفضل أي سؤال بخصوص الزكاة تفضل حول زكاة الزهد الزكاة الزهد التي تلبسها المرأة نعم في وقت الأعياد أو المناسبات جيد أن تحضر الزكاة نعم طيب سؤال الثاني تفضل تفضل بخصوص العاملة هل يسأتبع من الزكاة الأبتال العاملة عاملة المنزل نعم عاملة المنزل طيب في نفس السؤال يقول في شهر رمضان يعطى العمال مقاولات لطعام في وقت النحر طيب تسأل إذن عن اليومين المتبقيين إن شاء الله في سؤال نفس العمال يعني المقاولات طيب هل تذكع عنهم زكاة الأبتال طيب بارك الله فيك شكرا جزيلا لأخ خليل شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك الأخ محمد الحسني أحمد الحسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أحمد أصعد الله مساءكم يا مشاهد الله يسعد مساءك حياك الله يا أخي حياك الله خير تفضل لأخ أحمد لدي سؤال واحد طبعا أسأل عن الزكاة الأبتال نعم طبعا هل توجب زكاة الأبتال من بعد رمضان بعدة أيام مثلا عبرها عب سبوع وسبوعين وكثر ما أبل لن يتمكن بإيجاز زكاة في رمضان مثلا قبل يومين أو ثابت أيام كده وهل لكم وهل لكل إسرة سوى يعمل أو غير يعمل وكم عن كل شخص واحد لأخ أحمد نعم ما سبب عدم تمكنه من أداء زكاة الفطر قبل انقضاء رمضان نعم يعني ليش ما يتمكن لماذا لا يتمكن من أداء الزكاة قبل للوقت لا يزال مبكرا ما يتمكن بسبب المادية وليس بسبب الشيطان إذن تسأل عن الحالة المادية طيب نعم الحالة المادية نعم طيب واضح تؤالي كامل نعم واضح جدا شكرا لكم شكرا لأخ أحمد شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك لأخ عبد الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لأخ عبد الله أهلا بك كيف عبد الشيخ الحمد لله لأخ عبد الله أهلا بك وإذن الله بارك الله فيك لأخ عبد الله وإذن الله السلام عليكم الشيخ كعدان وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل الشيخ عندي سؤال أذكر أنت الشيخ نعم تفضل الشيخ ما حكم زكاة الفطر هل هي صريبة أم سنة مؤكدة هذا السؤال الأول الشيخ نعم السؤال الآخر الشيخ الشخ يؤدي ذكاة الفطر عما لا يعوده نعم ولم يخبر هذا الشخص بإخراج الزكاة إلا بعد ما أخرجه وبعد فترة طويلة الشيخ من الزمان أخبره نعم هل الشيخ يترتب على ذلك الشخص أن يعيد هذه الزكاة طيب نعم هو فعل ذلك تبرعا منه له نعم شيخ فعل هذا تبرعا منه للآخر نعم فعل هذا تبرعا منه للآخر نعم طيب ولم يخبره بإخراج الزكاة إلا بعد الشيخ بعد مبيل فترة طيب واضح هل يترتب على ذلك الشيخ إعادة إخراج الزكاة أم لا يترتب عليه يجي واضح إن شاء الله الشيخ سؤال الأخير فضل الشيخ من كانت عنده شغال مسلمة فهل يخرج عنها زكاة الفطر أم لا عاملة منزل طيب إن شاء الله الشيخ وإذا كان لم يترتب عليه إخراج الزكاة فهل عليه أن يخبرها فإذا كان يشغال غير مسلمة يعني الشغال الشيخ مسلم ولكنه لم تتهم مثلا من عربي كيف ممكن أن يوصل لي هذا الأمر؟ نقول عاملة منزل يا أخي عبد الله طيب الله يبارك فيك الأخي عبد الله مشكور شكرا جزيلا لك الأخ سيف المحروقي وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام عليكم السلام الأخ سيف أهلا بك بحضن الحمد لله شكرا جزيلا لك الحالة بخير يا أخي حياك الله حال لحيك يا مرحب خضر الله أخي لا أخي لا أسمعك الشيخ عندي شغال نعم الزكاة فترة الأبدان لا لا الزكاة عموما هذا الأقصاط يستغرق راتبك الأقصاط تقريبا 100 ريال صفيا 600 ريال طيب 600 ريال هلأ على ما تقول جزيلا نعم نضع قاعدة عامة يعني حتى لا نخل في الواصل واضح الأخ سيف ستستمع إن شاء الله ستسمع الإجابة إن شاء الله إن شاء الله مشكور الأخ سيف شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك فضل الشيخ قبل أن نأتي إلى أسئلة الإخونا تحدث عن موضوع مهم فيما يتعلق بالمسلم وهو يستقبل العيد في رمضان يضع على كل حال اعتبارا لكثيرا من السلوكيات تقديسا لهذا الشهر وخوفا على صيامه يأتي العيد المفهوم المتداول عند الناس أنه فرصة لإطلاق العنان لهذه النفس أن تروح بقدر ما تستطيع ما الذي نفهمه من الهدف الذي جعله الله تعالى من هذا اليوم يوم العيد لا ريب أن يوم العيد إنما هو يوم لترويح القلوب كما قلتم لكن ترويح القلوب في هذا الدين لا بد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع فلا يصح أن يطلق المرء لنفسه العنان ويظن أن يوم العيد هو يوم معفو عنه العباد ولا يؤخذون بأعمالهم وبئس الرجل ذلك الذي يخرج من مدرسة الصيام ثم بعد ذلك يأتي يوم العيد فيرتكب المحرمات ويؤذي الناس ويؤدي إلى الإضرار بهم وبالمرافق العامة في المجتمع هذا لم يتخرج من مدرسة الصيام بزار من التقوى ولم يفهم حقيقة الصيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعل لنا عيدين نروح فيهما عن القلوب ونجدد فيها النشاط وحينما حرم الله عز وجل علينا صيام يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فإنما ذلك حتى ترقى مشاعر المسلمين في هذه الأعياد وأبرز ما تتجلى في الحقيقة فيه أخلاق الأمم والشعوب هي أخلاقها في أعيادها فإذا كانت أخلاقا تمتزج فيها البهجة بالخلق القويم والفرح بصلة الفقراء والمساكين والطاعة والعبادة بالإحسان إلى الآخرين وتتآلف مشاعر أبناء المجتمع ويسعون إلى كل ما فيه صلاحهم وإصلاح أحوالهم وإصلاح مجتمعاتهم فإن هذا المجتمع مجتمع متحضر راق أما إذا كان الناس في أعيادهم لا هم لهم إلا اللهوة واللعب والعبث والفساد فإن هذا المجتمع بعيد عن المعنى الصحيح للرقي والحضارة بل هو مجتمع متأخر في أخلاقه ومتأخر في معارفه وثقافته وعلومه هو مجتمع لا أهم له إلا الشهوات والأهواء ولهذا لا بد أن يعي شبابنا وأن نعي نحن أن أخلاقنا في الأعياد تعكس مستوى رقينا وفهمنا لديننا وكيف أن هذا الدين يلبي مطالب الفطرة فإن النفس تسأم أن لو كانت على وطيرة واحدة ولذلك جاءت شرائع ربنا موافقة لفطرة الناس فأباح لهم ترويح القلوب والاستجمام وتجديد الهمة وأباح لهم الطيبات في هذه الحياة الدنيا وأباح لهم الزينة في حدود من الضوابط والشروط التي لا بد من التقيد بها حتى لا يطغى هذا الإنسان ويخرج عن حدود الاعتدال والقصل ويخرج عن حدود طاعة الله تبارك وتعالى فلا بد أن يصحح هؤلاء فهمهم ووعيهم لهذه الحقائق ولا بد أن يلتزموا لأن هذا الدين يلبي لهم مطالبهم ورغائبهم إن فهموه حق الفهم والتزموا بتعليماته وآدابه نعم طيب فضل الشيخ هناك بعض العادات وبعض النفسيات في العيد نحتاج فيها إلى وقفة قصيرة وإلى التذكير المستمر طبعا ولكن طبعا في حدود أيضا دقائق لأننا نريد أن ندخل في زكاة الفطر بعضها يتعلق بمظاهر الإسراف الذي لا يجد الإنسان أو الذي ينطلق في يوم العيد حدودا له والآخر يتعلق بالإمعان في القطيعة ورفض أفساح المجال للصلح إصلاح ذات البين نعم نريد تذكيرا حول هذين الأمرين أما ما يتصل بالإسراف فخير ما يمكن أن نذكر به أنفسنا وإخواننا هو قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقوله سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقوله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلذلك على المسلم أن يتحرى هذا القوام أن يتحرى هذا القصد والاعتدال في أنفاقه فلا يقتر على نفسه وعياله ولا يسرفوا لا على نفسه ولا على عياله فإن الإسراف كما التقتير ليس من شيم هذا الدين ولا من خلال المسلم وإنما شيمة المسلم القصد والاعتدال فيبسط نفسه ويبذل باعتدال ويسعف الآخرين ويصلهم ويدخل البهجة والسرور إلى عياله وإلى أهل بيته في حدود من الاعتدال في النفقة وفي الطعام والشراب واللباس وفي سائر ما يحتاجون إليه من زينة لا بد أن يكون ذلك مشروطا بالاعتدال والقصد وإلا خرج بهم من حدود الطاعة إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى أما ما يتصل بالقطيعة والجفاء بين الناس فإن لم تصفوا القلوب في الأعيال فمتى تصفوا وإن لم تتآلف هذه النفوس على طاعة الله عز وجل بعد إتمام عبادة والدخول في مواسم خير والاستبشار بطاعة الله عز وجل وشكره على نعمائه فمتى يمكن أن يكون التصالح ولمن؟ لمصلحة من تستمر القطيعة والهجر؟ هل لمصلحة الأفراد أم لمصلحة المجتمع أم لمصلحة الأسر؟ لو أمعن المرء النظرة لوجد أن في الهجران والقطيعة من المفاسد والأضرار ما لا يخفى لأن الشيطان يجد مدخلا في القلوب المتنافرة فيبعث فيها من وساوس الأحقاد والضغائن ما يزيد من تشتتها وتفرقها فيعود ذلك على المجتمع بالضعف والهوان ولهذا نجد التحذير البالغ في كتاب الله عز وجل من إفساد من القطيعة فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ويقول ممتنا على عباده بألفة قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من الصدقة والصيام والصلاة أي النوافل من نوافل الصلاة والصدقة والصيام قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ففساد ذات البين يؤدي إلى إفساد الدين والدنيا ولذلك كان لزاما على المسلمين أن يغتنموا هذه الفرصة لإصلاح ذات بينهم وكما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام نعم بزعكم الله خير وفضل الشيخ نأتي الآن إلى أسئلة المتصلين نعم الأخ خليل السالم يسأل عن زكاة الذهب الملبوس الراجح أن فيه زكاة لأن الأدلة في كتاب الله عز وجل لم تميز بين ذهب وغيره والوعيد يشمل كل من يكنز الذهب والفضة فالله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشان إن نظر إلى أفرادها فللمحدثين فيها مقال إلا أنها بمجموعها بمجموع طرقها ومناسباتها مع اعتضارها بما في كتاب الله عز وجل ترجح القول بوجوب تزكية الذهب سواء كان ذهبا مدخرا أو ذهبا ملبوسا مع خلاف في المسألة يدل عليه حديثنا هذا لكن الراجح وجوب التزكية سؤاله الثاني يلتقي مع سؤال أخ عبد الله المالكي أيضا عاملة المنزل هل تدخل في إخراج رب المنزل عن سكاة الفطر عن العائلة؟ لا لا تدخل عاملة المنزل ولا غيرها من العمال لأن هؤلاء أجراء هم مأمورون مخاطبون بأوامر الشرع بأنفسهم هم ليسوا من مما يملك الإنسان حتى يخرج عنهم وليسوا ممن يلزمهم عوله هم أجراء عنده يعملون بأجرة برواتب ولذلك فلا يلزمه نعم إن أراد أن يتبرع لهم فهذا باب وإلا فإنه فقط ينصحهم بدفع الزكاة إن كانوا في جهل من أمرها بصدقة الفطر إن كانوا في جهل منها والله تعالى أعلم إعطاء العمال الطعام في رمضان الأخ خليل أجبنا عليه في حلقات كثيرة ويمكن أن تعود إلى هذه الحلقات في صفحة البرنامج على الفيسبوك أو في موقع بصيرة فضل الشيخ الأخ أحمد يقول الذي لا يجد مكنة في أداء زكاة الفطر إنما يمكن أن يؤديها بعد أسبوع من رمضان هل له ذلك؟ ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس عند مجموعة من أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والله تعالى أعلم نعم الأخ عبد الله المالكي أيضا يسأل عن حكمها حكم زكاة الفطر اختلف في ذلك أهل العلم في حكم زكاة الفطر والراجح عند علمائنا أنها واجبة لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام الربيع سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام هذا الحديث ورد بلفظ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق السيدة عائشة عند الإمام الربيع لكنه ورد من طريق أبي سعيد الخدري ومن طريق ابن عمر في الصحيحين وعند غيرهما بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كما عند الإمام مالك فأخذ من ذلك أن صدقة الفطر واجبة ثم إن الحديث جاء فيه على الرجل والمرأة وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير مما يؤكد وجوب صدقة الفطر وقيل بأنها سنة مؤكدة وقيل بأنها سنة مستحبة والأول هو الراجح عند جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم وإنما وجوبها على من كان قادرا عليها واختلف من هو القادر عليها والأظهر أنه إن كان يجد قوتا لنفسه ولعياله فإن عليه أن يخرج صدقة الفطر إن كان إخراجه لها لا يحدث ضررا عليه ولا على عياله نعم طيب فضل الشيخ في الموقع الأخت أم حمزة تسأل تقول امرأة مطلقة ولديها أولاد ينفق عليهم والدهم هل تخرج زكاة الفطر عنهم من نفقتهم أم تكون الزكاة على والدهم في إخراجه عنهم مع أن النفقة تكون لأكلهم وملبسهم ومسكنهم الأصل أن ذلك مما يتفق عليه وهم حتى يعني إن كانا منفصلين فإن عول هؤلاء الأولاد إنما يرزموا والدهم ولذلك فإن إخراج صدقة الفطر عن هؤلاء إنما تكون على والدهم إلا من كان منهم ذا مال أي كان بالغا وكان عنده مال وهكذا الشأن في يعني كل الأسر ليس في هذه الأسرة فقط فإن من كان من الأولاد ذا مال فإن عليه أن يخرج زكاة الفطر من ماله والله تعالى أعلم لأخ عبد الله المالك أيضا كان يسأل يقول من كان يخرج زكاة الفطر عن شخص لكنه لا يخبره بذلك ولم يقل له أنني كنت أخرج زكاة نسأل الله أن يتقبل منه وما لم يكن ذلك الشخص يعني جاحدا لصدقة الفطر أو منكرا لها فعسى أن ينفعه ذلك أيضا فهو مأجور على ما قدم وكان الأولى أن يخبره فإن كان يعني جاهلا علمه وإن كان ناسيا ذكره وكل أولى أن يؤدي هذه الشرائع والسنن عن نفسه والله تعالى أعلم نسأل الله لهما القبول آمين فضل الشيخ هناك بعض الإخوة يقومون بمساعدة الناس في أداء زكاة الفطر عنهم خاصة في المساجد من قبل مجموعة من المتطوعين فتتكدس لديهم أطعمة كثيرة وأموال كثيرة كذلك أهل لهم أن يؤدوا هذه الزكاة إلى الفقراء مع مبالغ بمعنى أنهم يخلطوا الطعام مع المبلغ لأنهم لا يستطيعوا أن يشتروا بكل تلك المبالغ طعاما أولا لنختصر في مسألة إخراج النقد نعم وذلك إنما يكون بتقريري أن الأصل في صدقة الفطر أن تخرج طعاما لجملة ما ورد فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمة حينما بيّن عليه أفضل الصلاة والسلام أنها صاع من طعام من غالب قوت أهل البلد مما يدخر ويقتات وحينما قال أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام طعمة للمساكين وحينما قال أيضا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فدل على أن المقصودة إغناءهم عن التسول طلبا للطعام فمجمل هذه الأدلة تدل على أن الأصل وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يخرج في صدقة فطره طعاما وينبغي أن ينوع المرء في الطعام الذي يخرجه فنحن نعلم أن كثيرا من الناس يخرجون الأرز في بلداننا مع أن الأرز ليس هو فقط يعني الطعام الغالب هناك التمر والناس في حاجة إلى التمر وهناك القمح والبر من الحبوب التي يحتاج إليها الناس فحبذا لو أنهم نوعوا في هذه الأطعمة التي يدفعونها إلى المستحقين أما إخراج النقل فقد رخص فيه بعض العلماء ترخيصا ومنهم من التفت إلى مصلحة الفقراء فقال إن كانت مصلحة الفقراء راجحة في أخذ النقود فلا بأس في إعطائهم أما إن لم يوجد من يقبل الطعام فمن باب أولى أنه يرخص في إخراج النقل وبالتالي فإنه لا حرج عليهم بناء على هذا إن رأوا مصالح للفقراء أو لم يمكن لهم أن يشتروا أطعمة أو كان فيما اشتروهم من أطعمة لهذه الأسر المستحقة كفاية فلا حرج في الجمع على أن يكون يعني إعطاؤهم لهذه الأسر لا على أساس المناصفة فعن الشخص الواحد يخرجون مثلا نصف الواجب عليه قيمة ونصفا والنصف الباقي طعاما لا وإنما يخرجون لأن المرأة يخرجها عن نفسه وعن من يعول فيمكن أن يخرجوا عن بعض أفراد الأسرة طعاما وعن البعض الآخر نقودا أو يمكن أن يراعوا مصلحة الفقراء فيعطوا بعض الأسر يعطوا بعض أفرادها طعاما والبعض الآخر نقودا حتى تبرأ ذمتهم وكما قلت أيضا في مسألة توقيتها يرخص في إخراجها أو مما ينبغي أن نشير إليه هو موضوع تقديم صدقة الفطر وهذه رخصة في تقديمها الليلة والليلتين وإلا فأفضل أوقاتها وما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخراج قبل الصلاة وعند أكثر العلماء فإن أفضل الأوقات وما بين صلاة الفجر من يوم العيد وصلاة العيد ويلي هذا الوقت في الفضل ليلة العيد أي أن تخرج ليلة العيد فالتقير بهذا هو الأفضل والأولى والأسلم لكن إن وجدت اعتبارات يمكن أن تراعى من بعد الفقراء والمساكين أو صعوبة توزيعها عليهم فيمكن أن تقدم الليلة والليلتين والله تعالى ألم كان سؤال للأخ سيف المحروقي يقول الذي يستغرق راتبه أقصاط أنتم قلتم تقدمون قاعدة عامة في هذا الموضوع الذي عليه أقصاطات معينة لسيارة أو لبيت هل يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ طيب لنقرر قاعدة أن الفقراء والمساكين ينظر في أحوالهم لا إلى قدر دخلهم فقط بل إلى مقدار النفقات اللازمة عليهم فقد يكون قد يبدو دخله لبعض الناس مرتفعا لكنه لكثرة النفقات والالتزامات المالية التي عليه فإنه لا يدخر شيئا ولا يكاد يكفيه ما يدخل عليه لهذه النفقات الضرورية كأن يكون كثير العيال ولا مسكن له يسكن بالإيجار وكثير من عياله يدرسون في سني الدراسة وقد ذكر لعدد من الإخوة المشتغلين بتوزيع الزكوات والصدقات أنهم وجدوا أن الإنفاق على البنات في المدارس أغلى من الإنفاق على الأولاد الذكور فقد يكون ذا كثرة من البنات وكلهن في المدارس فيحتجن إلى مستلزمات كثيرة وقد يعول والديه الذين يكونان لا عائلة لهما فقد مهما كان دخله لا بد أن ينظر في هذه المصرفات الواجبة عليه في النفقات التي يجب عليه أن يؤديها فإن وجد أنه بعد ذلك أو قد يكون أيضا عليه التزامات مالية كديون قد يكون غارما في أمر لا إصراف فيه ولا مخيلة في أمر ضروري أو حاجي كتوفير مسكن أو مركوب أو ما يحتاج إليه من نفقات الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك فلا بد من النظر فإن كان الناتج أنه فقيرا فقد صار مستحقا إن كان دخله لا يكفي لهذه النفقات فقد صار مستحقا للزكاة بأنواعها والله تعالى أعلم سؤال أخير فضلت الشيخ أنتم تحدثتم عن قضية الواتساب والرسائل والفتاوى التي تأتي بالجملة يتؤداول هذه الأيام معلومة مفادها أن التهنئة بأيام العيد لا تجوز إلا يوم العيد هذا لا دليل عليه فأولا قول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون يدل على أن الإنسان على أن المسلم يمكن له أن يستبشر بطاعة الله عز وجل واستبشاره بالطاعة مدعاة إلى أن يهنئه إخوانه على ما فعل ثم إننا لو تأملنا في فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنهم كانوا يتبادلون التهاني حتى فيما هو دون ذلك من إدراك مسألة علمية أو من سبق ناقة على أخرى فكانوا يتبادلون التهاني في مثل هذه المناسبات وبالتالي فلا حرج في أن تكون التهاني سابقة ليلة إذا كنا رخصنا في صدقة الفطر فلا أدعى من أن نرخص في مثل هذه التهاني بألفاظ مقبولة ومشاعر أيضا تعكس أو ألفاظ تحمل مشاعر صدق ومحبة للآخرين زاكم الله خير نحن أردنا أن نعرف الحكم أولا لنهنئكم مقدما بعيد الفطر السعي ونحن نبادلكم هذه التهنئة ونهني أيضا الإخوة والأخوات جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يجمعنا على طاعته أنه تعالى سميع المجيب آمين يا رب العالمين أعزائنا الكرام نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة ونشكركم أيضا لمتابعتكم معنا خلال هذا الشهر المبارك وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير في الغد إن شاء الله تعالى ستكون لنا لقاءات أخرى ولكن مع تحري رؤية الهلال برنامجنا سيبدأ بحول الله تعالى غدا في السادسة مساء نستطلع رؤية هلال شهر شوال نرجو من الجميع أن يشارك في هذه التظاهرة الدينية العميقة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته